وزير أسبق للتعليم والتربية هو الأستاذ نيجي جلول نيجي جلول كان على رأس هذه الوزارة المهمة للتوينس واللي استراتيجية بالنسبة للتوينس كان في الوزارة هذية من 6 فيفري 2017 لـ 30 أفريل 2019 مهم بالنسبة للـ 2 نوفمبر 2019 هكا ولا يا من 17 لـ 17 من 15 لـ 17 وكان في الويكيباديا متاعك الذهر اللي قريت بالغلط من 6 فيفري 2015 حتى الـ 30 أفريل 2017 هذه هي التواريخ الصحيحة نيجي جلول ساعة أخبار كل شيء مرحبا بيك ومرحبا بيك وشكرا على السيضافة ورمضانك مبروك ورمضانك مبروك وعيدك مبروك ومارسي بوكو نيجي جلول كيفاش نعملنا بالتجربة اللي عاشتها في وزارة التربية هل إمكانية الإصلاح موجودة وممكنة اليوم ديما ممكنة وموجودة وساهلة ساهلة كريمان شنوة بقى لها يزم إيرادة في كل شيء يراه يزم إيرادة سياسية للإصلاح شوف أحنا جبت لك معايا هالكتاب الأبيض ربما برش عباد مقرأوش وليو مفخرة بالنسبة لي كانت مكنع بيها وجبت لك معنا ملخص مخرجات اللي جال الفنية لإصلاح النظوم التربوي دوك الأدبيات موجودة احنا شنو عملنا دوك الأدبيات موجودة موجودة عملنا حوار تقريب عام كامل تقريب عام كامل مع التلمزة مع الأولياء ومع النقبيين ومع المجتمع المدني ومع الصحفيين بذلك كانت شعب المريخ بعملش محوار بعملش حوار لماذا لا تقلق علي عملنا باش نفهمه علاش والناس اشتحب واخرجنا الى تشخيص وبيسور تشخيص عمناه مع بيزا وتيمس اللي هي منظمات مع عريخة في التقييمات واخترحنا حلول وبدأنا في الاسلاح اخشنو وبدأنا في الاسلاح لكن توقف الاسلاح لأن تكاتفت الناس والمصالح لإيقاف العملية ديوم العملية إذا ما ترجع ديوم العملية ما تزنينش برشا للسياسة نعرفك اللي مقرولية خليني في الناس اشتحب على حد تقديرك انت 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 الناس اشتحب ثم هنا جبت لك ورقة مجموعة من الإجراءات سهلين الوصايا مش الوصايا العشرة متاسدة موسى والوصايا الثمانية متابوذة اولا يعاد هيكلة التعليم اولا تعميم السنة التحذيرية والإجبارية اثبت اثبت العلم لكل انسان ما عمل السنة التحذيرية ناقص في البكالوريا اليوم السنة التحذيرية ماشي معامة ماشي موجودة وخاصة مناطق الداخلية ثانيا اللي عملناه احنا وقت التخلي عليه التخلي عن فصول الفراق راهو عندك في الشمال الغربي خاصة عندك القسم فيه سنة أولى وسنة ثانية وساعة ثالثة في الأخر يلقى روحه في ستة سنين حسن ثلاثة سنين هذا يتخلين عليه لأسف الشيد أرجع ثالثا راهو العالم الكل اليوم المتقدم أرسع إذن العمل بالمدسل حاضنة للتلميذ شو معنى مدسل حاضنة للتلميذ معنى التلميذ يدخل الصباح يقرأ يفطر بش تقلق كلها ما بين التلميذة لأنه عنا مش تلحمه في المجتمع التونسي يراهو اليوم قبل تتكافل المجتمع التونسي والعشية يعمل سبور ويعمل طيات ويعمل مسرح ما يسمى هذية تقريبا نظام معمول به في أغلب البودان المتقدمة مراجعة خاصة مسألة إذن مراجعة خاصة مسألة انتداب المكونين راهو كارثة صارت في البلاد وهو أنه وقعت تعامل مع التعليق كحل البطالة حل البطالة مش معقول وهذاك هو حل البطالة يعني الانتداب الاجتماعي وعننا تقريبا عشرين عام في الانتداب الاجتماعي وتعاقدت الأمور بعد الثورة ناخده الأكبر في العائلة ناخده العفو في التشريع العام يعني الانتداب الاجتماعي وهذاك علاش كان أول إجراء قمنا به أنا وغفخور به وهو بعث إذن شهادة الطربة والتعليم ما كان يسمى فيه قبل بل مدارس ترشيح المعلمين وقاعد يخرج في تلمزة ممتازين قاعد يخرج بعترف الجميع على حقيقة غير خلي قوله لك قاعد يخرج فولاد ممتازين لأنهم تكونوا تكونوا بشواليهم معلميا ثانيا نفس التجربة هي زمت تعمل في الثانوي واحد ما عملناها وقتا أنا وزير أكلماجستار المهني ووقع التقليعان يلزم شوف تكوين ثالثا معناها يلزم المديرين ما عادش يتلموا العباد ناقبين والسماء تحبوا يعنوا المدير يزم يقع إذن انتداب ومضارد الانتداب المديرين للمؤسسة التربوية باش يكون خات شنون المديرين المدير من جهة عنده النقابة ضغط عليه ومن جهة الوزير ضغط عليه خليه مؤسسة مستقلة ثم بتابعة الحال إذن يلزم القطع مع التشغيل ثم بتابعة الحال يلزم نعملو كمشورة متقدمة نعملو زوز منظرات وطنية نعملو السيديام والنبيام وبداية من النبيام يقع التوجيه على طريقة الألمانية عشرين ستين عشرين يعني ستين يمشور التقني والمهني وعشرين يمشور التعليم العالي وخلق بكالوريا مهنية هذه المنظومات الراقة في العالم موجود فيها هذه ثم فخيرا معناها جعل العملية التربوية عملية تشاروكية راه وشوف العملية التربوية في العالم الكل حتى في بداية الاستقلال عملية تشاروكية هذاك عليش وقتلقنا في الكتاب القابض اقترحنا وبدأنا مجلس المؤسسة يعني مجلس فيه التلام والأسادة والعملة والأولياء والتلام يتشارك يراه ويسر عليه المعلم والأستاذ ما هوش دوره برك التربوية يزم الولياء يكون موجود وقلنا جمعات الأولياء تكون موجودة هذك عليش يزم العملية التربوية تكون عملية تشاروكية أخيرا أحداث المؤسسة التونسية لجوة التعليم هذا موجود في أمريكا موجود في الخليج هي مؤسسة رقبية مؤسسة رقبية كما لك مؤسسة رقبية لأنه مش معقول هي الوزارة ترقب نفسها مؤسسة رقبية وهذا موجود في المنظمة الترقية بذا بيتحال هل يقوله فقط ناجي جلول أنه هذا موجود في البلدين الراقية وش يعطي يعطي كلاسمة في آخر العام للجامعات وللمعاهد وتقريبا حتى للمناطق الحساسة بتوصيات إذن فما ديما تقييم خارج المنظومة اللي هو تعديل كالكبار يعطي توصيات وتوصيات هذي يتم العمل بها لأنها توجه تحصل الأوضاع العام على مستوى دونك صحيح اليوم ممكن الهيكل هذا ينجي يكون مفيد تفضل هاي حبي تواصل تقريبا ما فهم أشياء أخرى أشياء أخرى نجمع نعملها اعتماد تشاركية إذن اعتماد سوداسي جزتما جزتما خلينا نمشي للحياة اليومية اليوم مثلا تنحكيوا شوي آخر زمن مدرسي منظومة التقييم جنو أراي كفاها منظومة التقييم اليوم ما بين اعتماد نظام تقييم سوداسي إرسام تحنين وطنيين اليوم التقييم كيفش تراها أنت شوف شوف احنا عملنا برشة تجارب والتجربة قبلها تلامد وقبلها الأولية وكانت موجودة وتمشي مع الواقع هي السوداسي هي السوداسي احنا معناش سوداسي في تون صارت ترزم ترمس لمجيش حتى شهر مجي ستة أسابيع مجيش حتى ثانيا شوف عملية التقييم معناها ميش عملية جزائية راو راو أنا نعطيك سفر ونعطيك واحد ونعطيك سنين راو عملية بداغوجية أنا أستاذ نعرف العدد وعملية بداغوجية ثم ثم معناها بصراحة معناها كثرت المواد كثرت المواد في البداية فيما 17 مادة كثرت المواد ثم شوف ثم الفضاء المدرسي في تونس فضاء غير جاذب فضاء منفر كريسي بكسرة هاك المرة المرة واحد يحكي قالوا تلميذة مشال الأم قالوا ياما راه في الطاولة متعيف فما نقبة قالت وراء ونس قبل كان نحط فيها محبرة ميزيل الطاولة ميزيل فضاء جاذب ثم غياب الأنشطة الرياضية واذا كعليش فضاء أنت تستجيب خلقوا في فضاء دقيقة ترمشي الأنشطة خاتر الآنشطة عندها القيبة كبيرة يسر هي ما يسمى بشروط بدوغجيا بدوغجيا الرفاه أحلى بعد عليها برشا إيما من نجموا نعملوها فاسي المورة فاسي المورة لا والله أسحش شوف أنا 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 قيت حل مثلا تسعين في المية من 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 لسيات ما عندهم شترانات لم تكورها لابسي راحت شي اليوم أنا كنجي عطل على العمل واخو شهدا وعملي صد وسبور أنت تستغلهم وقت العطل خدر الناس حشتها راو وتستغلهم في الليل وزارة طريبة تستغلهم وقت وقت القرية ممكن موجود هذا ممكن والتجربة قابل العباد أنا تصلت بالعباد وكانت موجودة هذا ممكن كيف كيف معناها في البنية التحتية سمح أشياء ممكن شوف فهم ممكن أحنا نشوف بس نقول لك حاجة أحنا وقتل عملنا شهر المسا كانت فكر شهر المسا راو ما عندكش فكر التدافع مثلا الناس بيش تحط فلوسها تدافع الناس بيستصلح تدافع الناس بيش تبني موجود يفو كري ثم حاجة ثالثة ثم حاجة ثالثة يا أخوي راو وزارة الطربية اسمه وزارة الطربية له وزارة التجهيز وله وزارة البناء في العالم لا لا شو شو في العالم في العالم البناء والتجهيز والواحد والأكلة ما همش تابعين وزار الطربية تبعين جامعة المحلية أعطيهم جامعة المحلية أعطيهم بلديات يعطيهم بلديات أعطيهم بلديات أنا معاك أحنا أشوف في بلدان المتقدمة كالسويد معناها 50% من البلديات وعنا 3% بلديات وبعد نقولوا عليش فشلوا يعني مش فلوس أعطيهم فلوس وخلي الجامعة المحلية هي تلابل تلابل يعاشها خليهم على ذكر الكلفة وشويخة تنرجع للمناهج وتنرجع لسوبستانس خاطر مهم ياسر 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 ونشوف معاك السياسية نشانو اللي متاح اليوم يبدو أنه بالنسبة لرئيس الجمهورية على أعلى مستوى الموضوع يحظى باهتمام الكلفة هذية البارح أنت كتبت على الفيسبوك تساعد معنا تحضر في اللقاء هذه الكلفة اللي عمناها نارا فالكتاب لا بيضرع عمناها أنت قلت أن تقدر الكلفة المالية المباشرة لإسلاح المنظومة التربوية ب1405 مليون دينار حسب البرنامج التالي تحقيق مبدأ الانصاف وتكافأ الفرص 175 مليون دينار مراجعة الخارطة المدرسية 320 مليون دينار تطوير الكفاية للموارد البشرية 430 مليون دينار نعطيك الكلمة تطوير مكتسبات المتعلمين 650 مليون دينار 650 مليار تطوير الحياة المدرسية 440 مليار وإعادة هيكلة الأعداد الثانوي 650 مليون دينار أنت متأكد هذوم يجيو 1400 يدوروني أكثر أنا حساب تحكى التصديد الفشال المدرسي والإرقتي على المدرسة 70 مليون دينار والرقمنا 950 مليون دينار بطبيعة الحال بالعين المجرد يجيو أكثر ببرشة حطينا حطينا دي بري مينيمم نجمحهم يجيو أكثر برشة من 1400 إحنا إحنا إذا يمكن 2000 2000 مليار حطيت 4000 حطيت 4000 حطيت بالضبط 4000 4000 ومية وخمسة ما لا فهمة هنا يمكن أن أرطف الرقم 4000 4000 برشة بني مش نجيبوه 4000 مليار بني مش نجيبوه برشة 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 بني مش نجيبوه نعملو فلوس لصحة الجزائية والله العظيم بالحق بالحق هات نحاولو نكونو جديد رئيس الجمهورية عندو مصروع يهب السلحة الجزائي هذي همو هو اليمن عاشت نشوفو أولا هم مش تعمل في عام مش تعمل على أعوام مش تعمل على أعوام مش في عام طو مش نبدو مثلا الثاني احنا أنا اقترحت اكتتاب وطني للطربية تمام كانية امكانية كبيرة اكتتاب وطني للطربية نجيبو بالفلوس امم بشوية بشوية تسمى قروض رأوا ما عندك شفكرة اليوم كي تطلب خارط للطربية يعطوك الناس كل تعطيك الناس كل تعطيك العالم كل يعطيك لأن مسألة التربية أصبحت إذن من أولويات المجتمع العالمي ويعرفوا هذا أما أنا أعطيك مثلا الخارطة المدرسية أنا أعطيك الخارطة المدرسية اللي هي كارثة وطنية تفضل فما مدارس فيهم جوز تلام دا فما مدارس فيهم ثلاثة لامدة وفما مدارس فيهم أربعة لامدة وفما مدارس فيهم خمسة لامدة وكلفة التلميذ في هذه المدارس أغلب من كلفة الطالب في الطب أحنا اقترحنا في هذا المشروع وهو التجميع هذه المدارس أنا أعطيك في ولاية مجد ما متاح هذا مجد ما متاح متاح ساعات المعتمدية بعيدة على بعضها التاريخ بعيدة على بعض نعملوا نعملوا منهم مبيت وش خاص؟ ونعملوا من نقل ولا نقل شو بش أقولك أنا ما فهمها مدارس فهم مدارس في الشمال الغربي خاصة اللي فيهم زوست لامدة كنا نعملوا مرسيداس نخذوا نجيبوا نطلع ربح بالرسمي فهمك ثم مشاكل يلزم 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 نخرج ببيروقراتيا مثلا الصيانة صيانة المدارس كارثة كارثة بيسور كارثة عندك مدارس عندك بعض المعاهد فيهم 160 عمل وفيهم 200 تلميذ مش كارثة يعني كارثة بيسور بيسور اللي أنا شوف مسألة وزارة التربية ثم مشكلة متاحها كمان كبيرة في وزارة التربية ومشكلة متاحها تصرف كبير في وزارة التربية أنا تقريبا 20 20 20 30 مليار ندامت الحيوط هل ليك هو علش ندامت الحيوط لأن العامل يرفض باشي يسلح الميذب لو كان أنا نعمل شفيش ايه contains يرفض بșень بذن الخالك مش اختصاصي تصريح ميذب مش اختيصاصي ايه هذي الموجود بالرسمي الثاني لأن العمل الآ幕 إلى appreciative privilege من قاعدت انتدامهم على ائسس تكونوا عمل في وزارة التربية ووقع اعتدامهم بتاريخ عشوائية بتاريخ عشوائية مش كان stories وكالة مش كان تم بعث وكالة مثلا للصيانة للحجرة لو كان خير عملنا مزارة طربية عملنا مراكز الصيانة عطوا عنا خمسة مراكز وست مراكز تخدم يزم تفهم مختلئة كنتم ندور طاولة نخصة بولوني لوحوها يزم مراكز للصيانة وعلش ما نعطوش لسركات خاصة الصيانة خد اخدها خلنستخدم على الارواحة شوف الدور الدولة هو التعليم مجانيد التعليم هذك هو دور الدولة جستما خنسألك على الصعوبات ومعضة نمشيو للمنشود في اخر المطاف الممكن والمنشود اليوم شنو الصعوبات الكبيرة في الاصلاح معناه اللي بشي بده يصلح وين بشي يلقى العوائق الاولى اللي فريموكي يخزرنا يقول اي كيف يش هذوم يلقى عوائق تضارب مصالح تضارب مصالح فمش كون تضارب مصالح وفي تعليم التوينسة يوه لأنه ثم مصالح لماذا وقعت إقالة نجلول كوزير التربية الخطاب كان ليس لنا مطالب مادية ما لشنين مطالب اللي عندك عندك مطالب سياسية لأني أنا تجنيت على زوز حويش تجنيت في عود ما المديرين يقع لما ويحطوهم خلقت منظومة لخلق المديرين والمدير واللي مدير واللي مدير عام يعني مصال مشوالي ما يتحكم فيها تعد ما عاش تحكم فيه لنقابات للوزير ثم هاي منها للنقابات أنا مساعداش لحكاية ثم مشكلة كبيرة صارت اللغة الثانية فمانيس ما عاش بتهمش لحكاية هذه ما عاش بتوش ونقول ما عاش بتهمش أصدقاء فرنسا ما عاش بتهمش بالرغم ما عنديش مشكلة مع فرنسا ما عندي حتى مشكلة مع فرنسا أنا درس أنا هكا نتقلق برش لوقتي قاعد تقول لي أنه فرنسا بلوبياتها قادرة أنها يكون عندها تأثير على منظومة التربية في تونس بانشور عندك بولي عندك لبيات فرنكفونية وقادرة باش تكون هذا وشوف وقت لعملنا الباساجة لانجلي شوف الحملة اللي صارت هرجع للتاريخ شوف شو 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 شوف أنا 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 إنسان مؤرخ نربط الأمور الحملة أقضتها الفيجارو حملة كبيرة أقضتها الفيجارو حملة ما أولى أقضتها الفيجارو علينا بعد الحملة جاءت حملة تقالت النجلور شيء غريب جدا أنا ما نحبش نظرة المؤامرة وما نحبش المؤامرات أما جاءت الحملة ووقتها وقعت تخلي عنا الجنون حتى حزب يتخلى عليها الناس كل تخلت عليها الناس كل تخلت عليها كذلك يمكن أن نجم يكون مهم في علاقة بالإرادة السياسية يعني كي تقولوا أنت دونك الفكرة شنوه هو أنه ما فهماش إرادة سياسية يبدو أنه رئيس الجمهورية الآن إذا إرادة سياسية قوية ومعناها قد يتجه إلى إعادة هندست منظومة التربية في تونس جميل جدا أما يبدأ وين وقفنا علش حوار إلكترونية علش استشارة إلكترونية علش عملنا استشارة أكثر من الإلكترونية وشخصنا كل شي وعلى بيرو السيدة رئيس الحكومة موجود القانون التوجيه جديد عملنا قانون توجيه جديد ويوسف الشيد رفض تمريره استعملوا علشها رفض تمريره لأن لا يحبش يعمل مشاكل مع دان نجلول لأنه كانت عنده توافقات مع الناس الطالب يقالت نجلول والأمور واضحة كان تنكر وثانياً نجلول كان قوي في الصنداج هو كان ميس واشعي في الصنداج كان تم زادة حكاية مزاحمة وغيرة المهم أنا ليهمني وهو أنا تظافرت كل الجهود لإيقاف العملية أنا اليوم تحية لسيدة رئيسة نعوده أما زادة الاستشارة بصراحة تضيع وقت تضيع الفلوس نبدأوا منه المشاكل معروفين وواضحين ومقننين ونقول هم كما سبعة مشاكل كبار بداية بداية بتنجمش تعمل منظومة طربوية أرقى من مكوينها أبدأ بهذا عندك على الأقل السيدة الرئيس نبدأوا أبدأنا بيعادة منظومة تكوين كلها في البدائي معمولة زيد كمالها في الثانوي وأبدأ بالبنية التحتية أوزوز مشاكل بالحاجة بالحاجة هو يوشرف رئيس الجمهوري قائل سعيد دلنهار للاثنين ستة فيفري تاتة وعشرين توتو على تقريبا شهر بقاس الكرتاج على اجتماع ضمن السيدة محمد علي البغديري وزير التربية ومنصف البكتير وزير التعليم العالي والبحث العلم ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل وتكفي المهني وتناول هذا الاجتماع مشروع النص الذي سوى ينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاءه بمقضة 25 جولة 22 وركز رئيس الجمهوري على أهمية التربية والتعليم فكلاهما من قطاعات السيادة هو يعتبر أنها من قطاعات السيادة مذكر بما أكده سابقا أن الكفاءات التونسية التي هاجرت للخارج لا تقدر بثمن فتونس في الواقع هي من يقرض الذي يقرضها في الخارج في علاقة بهجرة الأدمغة بعرج رئيس الجمهوري على تاريخ أصلاح تعليم في تونس منذ القرن 19 بداية من الأمر العالي المؤرخ في 15 سبتان 88 عنده تصور رئيس الجمهوري عنده تصور للأصلاح ومجلس أعلى مجلس أعلى للتربية والتعليم شو رأيك كفكرة ليشوف هو هو مجلس أعلى التربية موجود صيغة موجودة في القانون ومجلس الأعلى للمورد البشرية موجود موجود بالقانون وكان يشتغل من عاد بن علي وهي منظومة ممتازة لأنه في التربية والتاكل الماني والتعليم العالي ويجب إعاد تفعيلها أما هي حكايتها في الحوار الوطني في الحوار الأمانية وقع اقتراح إنه المجلس أعلى للتربية الخلافة لا صار مع النقبات وهو الوزارة تحبه استشاري والمنطق يكون استشاري والنقبات تحبه تقريري يعني تحب تعوض الوزارة إذن كان حسب موصولي المجلس الأعلى للتربية مش يكون استشاري مش يكون دوره كي المجلس أعلى الثقافة ومجلس الأعلى إذن الإسلامي في عود المجلس الأعلى للتربية يجي نعمل المؤسسة التونسية لجودة التعليم كما معلومة في أمريكا كما معمولة في بودن الخليج ما عندكش فكرة هذه المؤسسة التونسية خلات قطر تكون الرابعة خلات البحرين تكون موصنفة خلات بودن يا سي ناسي بربلاعات تقارنوننا بهالمنظومات تاويريش مدخني في قطر ما خلتش يا سي ناجي انت شفتوا التلميذ في قطر وين يا قرأ على البن يعليش تزمك على قطر يتوى عليك قطلك أنا إيجا نعملوا المنظومة هذي على التراقل يا أخوي ما عاش تبدو عن البلدان هذه بعيد علينا ببعد ما عاش تبدو تقرناهم يا سي ناجي قرناهم سبكونا ما عنا لموارد البشرية أن تناولدهم العني المشكلة في الموارد البشرية أم لا في الموارد المالية مواد المالية إيرادة سياسية م Kafka المشكلة في نوع إيرادة سياسية يجب اليوم اكتطاب وطني للطربية وإلا مضعفة مزاد من طرب رح أن عندك 93% يوم أعين اه � ماذا ماشي الشهر وحواج اخرى. تلاتة بسعين في المية في الشهري. ايه مش بتعمل بهم ايه. ايش عندك ما تعمل بهم. تم حولوه مع ايه اخوي عاود. عليش شهر ما تتوقف? هوقي نجح شهر مدسة. روا بننا مئات المدارسة روا في شهر مدسة. مدارسة. عليش مخف شهر مدسة. لماذا واقع ايقاف مشروع ماشي? ايش نراجعوه شهر مدسة. ايش نلقاوه الحلول? ايش نلقاو حل بر اغزامبل اه. اه ضريبة على ايذن الثروات ما الناس الغنية يتبعون ضاربة في التعليم. كيش قريت انا 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 اختيار كيش قريت انا انا اوان كيش قريت واغتنا när أنا قريت فيما لنتر والدي اللي لابس عليه يخلص ولا الفقير من يخلش كانت حاني ديمة pen's you ولا الفقير من يخلص. اجي نعملو نفس الحكاية؟ اجي نعاودو نفس الحكاية هاك مشيت في سنة سبعين وقتلت الدولة فقيرة والدولة تونسية ما عندهش وما عندهش موارد معناها شو نجم من الخالح حلول كما هكا حلول الشراكة بين العام والخاص نجم تلقى فيها بارشة حلول أعطيتك حلول من تلترع تنجم تكون حلول تلترع تودي سي نجي كي عندك معناها وعندك الحقيقة فهم الموضوع عناش متقبلتش انت والرئيس في الموضوع دائم كان استدعاني رمشيت ما استدعانيش الرئيس لا تشوف أنا أنا إنسان سفري نصنف روحي في المعارضة أما أنا إنسان عملي أنا نحب الرئيس ينجح ونحب نجلب ودن تنجح ونحب البلاد تنجح أنا ما ما عنديش عقلية بعدي أنا أنا قلقني في ألقام به السيد الرئيس ويحب يعمل استشارة في حين الاستشارة تعمل فهمتك فهمتك حتى على المستوى الحوق نزي معمولة الاستشارة حتى من بيب المصر وثم حاجة أخرى ثم عقلية خائبة في البلاد هذه ما نراكموش أنا الآن كي جئت وزارة تربيقيت أشياء جميلة عملها منصر رويسي نراكمو نبنيو سيد الرئيس كان يستدعاك في علاقة بالموضوع هذي أنت تقابل وتقوله وينو صلتو بينصول وينو صلنا وش يجب نعملو وش نو ما يجبش نعملو ويجب فهم أخطانو تخلو عليهم بينصور يجب نعملو هاكا شوف مسألة شوف أول حاجة مسألة التربية هي مسألة عامة تم التوانسل كل وأكبر ولا قال سيد الرئيس عنده حق يجب تحديد تحييل موسط التربوي على التجارة السياسية أنا للأسف الشديد نقابة التربية لحاربتني كانت عندها أجندة سياسية وانتماس سياسي والناس كل تعرف واضح شكرا لك ناجي جلول إذن رئيس حزب الالتلاف الوطني المرة هذه استدعيناه كوزير التربية أسبق بالحال عنده تجربة عنده تفكير عنده مشروع ما خلطش يعملو ولا أعمال جزء فمحويش تعملت نحين فنساك بورسان كان إجراك بير نعرف نعرف فمحويش تعملت سيناجي إيجا نقولك رأوا في الأخر في الأخر أنا نفهم أنه كل عبدي دافع على المحاصلة السياسية متاعها وكل لكن اليوم فما منظومة تعرف في إعاقة تعرف في مشكلة كبيرة يأسر وتوانسا يعرفوا أنه منظومة التربية والتعليم في تونس مريضة ولذا فما نوايا تجي اليوم من عند السلطة للأصلاح حتى نشوفوها قادرة أنها تجمع وتسمع وإلى لي يزمن نتعلم ونسمو التقيمات الدولية بيزا وتيمس حطينا في مؤخرة البلدين إما ننظر لهذا ونصلح أرواحنا وننخد نقوله لا مستصحية بيكاو شكرا لك برقالاو